صباح الخير أحبائي وأعزائي وكل عام وأنتم بخير في أول الصباح ماذا فعل المسيحيين مع الرئيس السيسي والدولة المصرية؟ وهل وتجرؤهم على هذا الفعل؟ تطالب ACM بتدخل الرئيس السيسي المصري لإعادة الطفل المسيحي إلى الأسرة مراسلين بالخارج أشرف حلمي يوم الأربعة الأمس 7 سبتمبر سنة 2022 السيسي الرئيس أطفل شنودة وأشرف حلمي شنودة أخطط بقى من ولديه بالتبني وأرسلت الشرطة إلى دار للأيتام جابته وحطته في دار الأيتام وأطلق عليه اسم يوسف وهو اسم عربي مسلم والآن يجرى تعليمه الدين الإسلامي بعد استخدار مصدره شهادة ميلاد جديدة تفيد بأن شنودة أصبح اسمه يوسف وأكره أنه مسلم وتقر جامعية الحركة القبطية الأسترالية الـ ACM بالتحدي الكبير الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكم مصر أدركت الـ ACM أيضا الصعوبة والتعقيد الذي يواجهه المسيحيون أو قادتنا المسيحيون في مصر في التعامل مع الاضطهاد ضد الأطباط المسيحيين متعدد المستوى ومع ذلك فإن حدث الطفل شنودة الأخير أعاد إلى أكبر تحدي ضد المسيحيين الأطباط وهي التمييز بين المسيحيين والمسلمين التمييز الذي يواجهه المصريون الأصليون بمبر الشريعة الإسلامية للأرض في حياتهم اليومين تم التخلي عن الطفل شنودة جاءوا الطفل شنودة داخل الكنيسة القبطية في مصر وتم العصور على طفل مولود جديد ووجده كاهن الكنيسة القبطية ونتيجة وجوده في كنيسة اخترض الكاهن بشكل عقلاني ومعقول أن والدي الطفل البيلوجيين مسيحيين لو كانوا أهل الطفل أو والد والد الطفل مسلمين لكانوا تركوه قدام الجامع أو في الجامع وعهد الكاهن بالطفل ادى لزوجان من أب وأم واستقبلوا الطفل على أنه أصبح هدية من ربنا أو طفل معجزة لأن الأب والأم قعدوا 29 سنة لا بيخلفوش أخذ الزبان الراجل والست الطفل وعمدوه في الكنيسة القبطية الأرثوذوسية وسموه اسم شنودة وهو اسم المسيحية مصري مشهور وحصلوا على شهادة ميلاد تنص على أنه دينه أصبح إنسان أو دين مسيحي وانطلقوا بفصل واستمرت حياتهم لحد ما أصبح الطفل شنودة عنده أربع سنين ويهتموا براحيته وكانوا سعداء جدا 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 وصل أن يجي أحد أقارب الراجل عشان الورث وعشان المال أبلغوا الشرطة إن الولد ده مش ابنهم المهم وصل حادث التبني إلى علم المؤسسات الحكومية المصرية وتم إعلان أن التبني ده غير قانوني بعد أن أظهر اختبار الحمض النووي أن الطفل ليس هو ابن بيولوجي للرجلين أو سوري للراجل والست بموجب الشريعة الإسلامية ليه عم ما ينفعش التبني اعتبروا إنه الطفل ده ما يعرفش أبوه أمه الأصليين اعتبروا إنه هو مسلم الفطرة ويحذر على المسيحيين تبني طفل مسلم يا سلام كده اعتبروا إنه هو مسلم خلاص وتم اتخاذ القرار فقط على أساس إنه بما أن الأب والأم البيولوجيين غير معرفين لابد معاملته كمعاملة الشخص المسلم بشكل اخترادي وتم الاستلاء على شنودة من والديه بالتبني من قبل الشرطة وراحوا بعطوه لدار أيتام وأطلقوا عليه في الفور وفي الحال اسم يوسف وطلعوا له شهادة ميلاد وإنه دينه دين إسلامي وأصبحوا يعلموه الدين الإسلامي بعد استثار شهادة ميلاد جديدة بتبيت أن الشنودة الآن أصبح اسمه يوسف وهو مسلم أما الـ ACM قالقة بشأن رفاهية شنودة ليس فقط بسبب الصدمة التي تعرض لها في مثل هذا السن المبكر وحملة بعيدة عن أبويه اللي أصبحوا بعاد عنه ولكن أيضا بسبب صوب أوضاع دور الأيتام في مصر هذه قصة إنسانية مأسوية قصة ليست سوى جزء من قصة طويلة الأمد إطهار المسيحيين اليوم الضحية طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ووالديه بالتمني وكانت الضحايا بالأمس شابات تعرضان للاختطاب من قبل بعض المتطرفين والإتضار بهم والضغط عليهم لاعتناق الدين الإسلامي بالأسبوع الماضي وتم حرق الضحايا أحياء في كنيسة أثناء هم يصلون بالكنيسة مع عدم وجود تقدم معروف بشأن أي تحقيق موعود ده اللي بتقول الإسئم الأسترالية في الشهر الماضي وأضبر الضحايا على مغادرة بلدهم كتعويضا للمسلمين لأن رجلا مسيحيا وحيدا في المدينة أقام علاقة غير شرعية مع امرأة المسلمة وهي علاقة يحذرها القانون الإسلامي وأيضا القانون المسيحي أيضا وكان ضحايا العام الماضي من التجار المسيحيين الذين أحرقت ولعوا وأشعلوا النار في المحلات بتاعتهم في العقد الماضي وكان الضحية قصة المسيحي أيضا في شهر رمضان وتجرأ على الحديث عن دينه لشخص مسلم أيضا كهن آخر في القرن الماضي وكان الضحايا من الرجال الذين رفضوا التكريم للمسلمين ودفعوا حياتهم قبل 1400 عام الضحايا هم الشعب مصر الذين تم استعبدهم بوحشية من قبل ديوش العرب الغزان وتم تحولهم إلى حد السابق كما يدعو الاسي ام الرئيس السيسي والقيادة القبطية في مصر إلى بذل كل ما لديهم من حسن النية وتحقيق المصالحة لهذه الأمة الجريمة لوقف معاناة ملايين المسيحيين من سكان القصدين في مصر ولكن أحب ما أقوله أن هناك أشخاص كثيرين من إخوتنا المسلمين هم أحباء لنا وهم في قمة الاحترام وقمة الشعب وقمة القرام تحقيق المصر يشبك المصر أجل الاسيسي والمسلمين تحقيق المصر وقمة الجريمة والمصر وقمة المصر وقمة الأمم أشرف هلومي شنودة أصعد من أجل أبداً من المصر وقومة والدول وارد مصر حيث كان يدعى المسلم العربية يوسف ويزيز يتعلم أن المشاركة الإسلامية بعد قرارة جديدة كان يقول الشنودة الآن يوسف هو مسلم من المعارض الصراحة ومعارضة العلمان المعرشة بمعارضة المعارضة بفتاح التسيط في أجبب الإمتعيش أجلب الاسم أيضاً تجد المعارضة ومعها اونا كوبتك في الإمتعيش محاولة في حيات المتحدة مع المتحدة المتحدة من كوبتس ولكن في حيات المتحدة بابي شنودة محاولة إلى المتحدة 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 من كل هذه الناس الإيجبتون محاولة على الإسلامية بابي شنودة محاولة لدى المتحدة على الإسلامية المتحدة المتحدة من المتحدة الكوبتس المتحدة بابي شنودة مصدر بابي شنودة إذا كانوا مسلمين، سيكونوا يركوا أطفال المسكة يجب أن يتقلوا أطفال المسكة لتقوم بفتنة في مصرحه من أطفال المسكة كما يدعون هذا ما يقول في اللغة الإنجليزية وهذه ليس من قبل إصارة الفتنة كما يدعى الآخرون ولكن نريد تصحيح الأوضاع تصحيح الأوضاع تحية مصر كل الشكر والحب لكل أخوتنا المسلمين والمسيحيين نرجو من الله أن يوضبكم جميعاً وأن نعيش ببلداً كلها فخر وكلها أمن وكلها سعادة ونطب لله أن يجيلوا عنا الوباء والغلاء وكل الشكر لمحبي المستمعين أرجو منكم أن تشتركوا في قناة الملكة نساء الخير أحبائي وأعزائي وكل عام وأنتم بخير من أرضى نتكلم عن خبر يعني دي أهمية قصوى شوية تحذيره من دير القديس الأنبى يحنس القصير بطريق العالمين نشر اليوم دير القديس الأنبى يحنس القصير بطريق العالمين تحذيراً جاء فيه نمى إلى علمنا أن هناك أشخاص يتواصلون مع بعض محب الدير طالبين دفع نبالهم من آلية وعطايا عينية بالتبرع للدير بدعوة المساهمة بالدير وتحذر أركابك من أولاء منهم إلى مالك الدير لم يكلف أي شخص بجمع تبرعاتهم بأي صورة من الصور لصالحهم أو أي شخص يستغل اسم الدير في هذا الأمر يتحمل وحد المسئولية القانونية عن تصرفه الخطر ليس للدير مقرات لا في القائرة ولا في أي محافظات أخرى ويمكن تقديم العطايا والتبرعات للأب الأسكف رئيس الدير أو الراهب القص غايس الأنبى يحنس أو مكتب التبرعات بالدير ومضى البيان الأنبى ديسكوروس أسكف رئيس الدير وعلى ابن الطاعة تحل عليه البركة شكراً لكم أحبائي وعزائي ولكم منه كل الحب والتقدير والسلام من رب يكون معكم صباح خير أحبائي وعزائي وكل عام وأنتم بخير أليسة هل تسيء للدين الإسلامي؟ وسوريا عارية تماماً هنعرف الموضوع نفت الفنانة اللبنانية أليسة حقيقة التسرحات المسيئة للإسلام وغيرها المهاجمة لسوريا التي نشرت على حساب تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أنها عارية تماماً من الصحة وقالت أليسة تسرحات هي على صفحتي وبإطلالتي بس كل الباقي إشاعات مش أكثر وصفحات حقدت مصدقيتها وكانت حسابات تحمل اسم الفنانة أليسة على تويتر قد نشرت تغريدات اعتبرها متابعون المسيئة للدين الإسلامي بالإضافة إلى تغريدات أخرى هاجمت خلالها يعني إساءة أيضاً تويتر بين اتهام أليسة بالتطبيع مع إسرائيل والدفاع عنها النجبة اللبنانية أليسة تعرضت لوابل من الاتهامات بتأييد التطبيع مع إسرائيل وذلك بعد تعطفها مع الكاتب اللبناني أمين معلوف دائماً ما تتعرض الفنانة اللبنانية أليسة للهجوم والانتقادات لجراءتها في التحدث بأراءة السياسية ولكن الجديد في الأمر هو اتهمها بتأييد ودعم تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأيدت أليسة رأيها على موقع تويتر في زور الكاتب اللبناني أمين معلوف على قناة إسرائيل وهو معصارة ضد هجوم عنيف معبراً عن فخرها بالكاتب كشخصية لبنانية قائلة حان الوقت للتعالي على الأسباب السطحية ونحترمها كذا شخصيات وأشعلت تغريدة أليسة والتويتر الذين أطلقوا هاشتاج أليسة تؤيد التطبيع مع إسرائيل عندما تتعرض لهجوم في مهم جمهور أليسة للدفاع عنها ضد الحملة التي انطلقت ضدها ليطلقوا أشتاج أليسة وطنية غزب عن الجميع ودفعوا عنها بسبيل من التغريدات وبسبب الأخرى مقدمين على أشتاج الآخر أن حربهم يجب أن تكون مع إسرائيل وليس مع أليسة أليسة المعروفة بولاها لحزب القوات اللبنانية وحبوها للسياسي اللبناني سمير جعجع دائما ما تكون عرض للانتقادات ولكن كل ذلك لا يؤثر على نجوميتها الفنية وهو ما أكدته في تصريحه منذ سنوات بأنها لا تغل من إعلان وانتماء السياسي ولا تخاف خسارة معجبية أثر ذلك كثير بالذكر أن أليسة تعرضت للعديد من مثل تلك الانتقادات كان أبرزها الهجوم عليها وقت دعمها لدحايا هجوم مجلة الشارلي إيد الفرنسية وهو مبصر البعض بأنها تكره المسلمين وتسيئة للإسلام ليس هذا ما ينبغي أن يقال ولكن لابد أن نعرف الحقيقة أكثر وأكثر هل أساءت أليسة للإسلام بالفعل أم أنها لم تسيئة للإسلام الحقيقة هناك صورة توضح بهذا الأمر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شن عدد من المتابعين حملة ضد النجمة اللبنانية أليسة بسبب صورة مشارتها أثر حادث صحيبة شارلي إيد الفرنسية التي أصفر عنها مقتل 12 صحفيا باعتبار أنها تسيئ للمسلمين بالصورة التي كانت عبارة عن قلمين تخترق طائرة في إشارة إلى حادث 11 سبتمبر وكتبت عليها مؤكدا أن الحبر هو الذي يجب أن يراك وليس الدماء ولكن بعض متابعيها بصر الصورة على أنها تهامل للمسلمين بارتكاب حداء حادث 11 سبتمبر وهو الأمر الذي أصار مشكلة كبيرة من المؤيدين لموقف أليسة والرافضين للموقع وكان رب المطربة اللبنانية سريعا حيث أكدت أن صفحتها الشخصية على تويسة تعبر عن أراؤها وأبقارها مضيفا أنه لا يوجد أحد سيمنعها من التعبير عن رأيها طالبة مما يرفضون أبقارها التوقف عن متباعتها أحبائي وأعزائي أليسة هل مزالت تحارب؟ هل مزالت هي فعلا تسيئ إلى الدين الإسلامي؟ هذا ما نعرفه أيضا في الفيديوهات القادمة وكل ما يهمنا اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 اليوم 30 من الشهر المبارك نصره أحسن الله استقبله وعاد علينا وعليكم وإحنا في يدون واتمئنانا مقبول الخطايا والأسام من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم ملاخي أحد الاثنى عشر نبيا الصغار وقد تنبأ عن عودة الشعب من السبي إلى أورشليم وبكت بن إسرائيل على عسيانهم للرب ومخالفتهم لنموسية وابقهم على تقدمه الضحايا المرزولة وتنبأ عن دخول الأمم عندما قال من مشارك الشمس إلى مغاربة إسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدمه طهيرة لإن إسمي عظيم بين الأمم كما أظهر لهم عدم إيفانهم العشور والبقور بقولي يهدت جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لأبتح لكم كوي السماوات وأفيد عليكم بركة حتى لا توسع عن طهر من أجلكم الأكل فلا يبسد لكم سمر الأرض ولا يعقر لكم القرنة في الحقل قال رب الجنود وتنبأ عن مجيء يحنى المعمدان أمام السيد مخلص المسيح بقوليها أنزى أرسل ملاك في أيها الطريقة أمامي ويأتي بغضة إلى هكاله السيدة التي تطلبناه وملاك العهد الذي تصرون به هو زى يأتي قال رب الجنود وعن مجيءه إلي أمامه عند انقضاء العالم بقوليها أنزى أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء ويوم الرب اليوم العظيم من الخلوب فيرد قلب الأباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لألا أأتي وأضرب الأرض بلعنة ولما أرضى الله بسرطه الصالحة وأكمل أيامه بسلام انتقل إلى الرب صلاة تكون معنا أمين والمجر لا يداما أمين سكر المزمير المزمور الواحد واربعون طوبة للذي ينزل إلى المسكينة في يوم الشر ينجيه الرب الرب يحفظه ويحييه يختبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه الرب يعدده وهو على فراش الضعف مهدت متجعه كل في مرضه أنا قلت يا رب ارحمني إش في نفسي لأني قد أخطأت إليك أعدائي يتقاولون علي شر متى يموت ويبيد اسمه وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب قلبه يجمع لنفسه إنما يقرب بالخار يتكلم كل من الغدي يتناجون معا علي علي تفكروا بأجيتي يقولون أمر رضيء قد انسكبت عليه حيث اتبع لا يعود يكون أيضا رجل سلامتي التي وصلت به أكل خبزي رفع علي عقبه أما أنت يا رب فيرحمني وأقمني فأجاجيهم بهذا علمت أنك صررت بي إنه لم يهتف علي عدوي أما أنا فبكمابي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد آمين سفر المزامير الإصحاء الواحد وأربعون من مزامير وتلاتين معلمنا دهود النبي بركاته علينا آمين المزمور الإسنان واربعون كما يشتاق الإله إليك من النهاء هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت نفسي لله إلى الإله الحي متى أجاء وأطراء قدام الله صارت لي دموعي خفزا نهارا وليلا اسقيل لي كل يوم أين إلهك هاجي أسكرها فأسقب نفسي علي لأني كنت أمر مع الجماعة أتدرج معهم إلى بيت الله وبصرط ترنم محمد جمهور معيد لماذي أنت منحني يا نفسي ولماذا تأنين فيه ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاصة وضعه يا إلهي نفسي منحني بي لجالك وذكرت من أرض الأردن وجبال حرموك ومن جبال مصعب غمر المنادي غمر عند صوت مياديك كل تياراتك ولا يغطنط علي بالنهار يوصل رب رحمته وبالليل تسبيح عندي صلاة لإله حياتي أقول الله صخرتي لماذا نسيتني لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو يصحق بي عظامي عيرني مضايق بقولهم دي كل يوم أين يحب لماذا أنت منحن يا نفسي ولماذا تأنين فيه ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي ولإلى أنا المجد الدائم آمين سفر المزامير الإصحاح الثلاثة والنعوم اقضي لي يا رب وخاصم خاصمتي مع أمة غير راحمة ومن إنسان غاش وظل نجني لأنك أنت إله حسني لماذا رفضتني لماذا أتمشي حزينا من مضايقة العدو ارسل أمورك وحقك يا يسوع هما يهدنان ويأتنان به إلى جول كدسة وإلى مساكنك فأأتي إلى مسبح الله إلى الله بهجة فرحي وأحمدك بالعود يا الله إلهي لماذا أنت منحن يا نفسي ولماذا تأنين فيه ترجي الله لأن بعد أحمده خلاصه ولنجد الله دائما آمين سفر المزامير الإصحاح الرابع والأربعون اللهم بأزهاننا قد سمعنا أباؤنا أغبرون بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم حطمت شعوبا ومددتهم لأنه ليس بسيدهم انت لك الأرض ولا زراعهم خلصتهم لكن يمينك وزراعك ونور وجهك لأنك ربيت عنهم أنت هو ملكي يا الله فأمر بخلاص يا عقوب بك من تحمد يقينا بإسمك ندوس القائمين عليك لأني على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلصني لأنك أنت خلصتنا من مضياقين وأغذيت مبغضين بالله نفتخر اليوم كله وإسمك نحمد إلى الضهر لأنك قد رفتنا وأغذلتنا ولا تخرج مع جنودنا ترجعنا إلى الوراء عن العدو ومبغضون نهبوا لأنفسهم جعلتنا قد ضان أجلا زريتنا بين الأمم بغت بعت شعبك بغير مال وما ربحت بسمنهم تجعلنا عارا عند إيراننا هزاءة وصخرة للذين حولنا تجعلنا مثلا بين الشعوب لأن غاد الرأس بين الأمم اليوم كله خللي أمامي وخذي وجهي قضع غطاني من صوت المعير والشيات من وجه عدو منتقم هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خنخنا في عادك لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا مادت خطبتنا عن طريقك حتى صحقتنا في مكان التنمين وغطيتنا بذل المرض إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب أفلا يبحث الله عن هذا لأنه هو يعرف خطيات القلب لأننا من أجلك نمات اليوم كله قد حسبنا مثل غلم للزرح استيقظ بماذا تتغاب يا رب انتبه لا ترفض إلى الأبد لماذا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا وضيقنا لأن أنفسنا منحنية إلى الطراب اللسقت في الأرض بطولنا قم عناً لنا وأفدنا من أجل رحمتك وللمجد الله دائماً سفر المزمير الإصراح الخامس وأربعون من مزمير وتلاتين معللنا داود النبي تحل علينا بركاته آمين قاد قلبي بكلام صالح متقلم أنا بإنشاء للملك لذا ساني قلم قاتب ماهر أنت أبرع جمالاً من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك بركك الله إلى الأبد تقلد سيفك على فقدك أيها الجبار جلالك وبهائك وبجلالك أفتحم ارقك من أجل الحق والدعا والبر فتريك يمينك مخاب نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب تحتك يا سكتون كرسيك يا الله إلى ظهر الدهو قضيب استقامة قضيب ملكك أحببت البر وأبغدت الإسم من أجل ذلك نسحك الله إلهك يدهن بيء الاتهاج وأكثر من الفقاء كل سيابك مر موعود واسليخ من قصور العاجة صرتك الأوطار بنات ملوكة دين حزياتك جعلت الملك عن يمينك بذاب أوفر إسمعي يا بنت وأنظري وأميد أذنك وإنسي شعبيك وبيت أبيك فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك فإسجلي له وبنت صورة أغني الشعور تترضى وضعك بهدية كلها مجد ابنة الملك في خضرها منسوجة بتاع ملابسها بملابس مطرزة تحضر إلى الملك في أسرها عزوال صحابته مقدمات مليكة يحضرن بفرح وابتاج يدخلن إلى قصر الملك عوضا عن أبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض أذكر اسمك في كل دور فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب للدار والأبد والمجد الله دائما أمين شكرا لكم أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملك والأمير شكرا لكم